اشتباكات عنيفة في قرية عبدوكي بالريف الغربي اشتباكات غريس بي شمالي سوريا اثرى محاولة تسلل نفذتها الفصائل الارهابية التابعة للاحتلال التركي على القرية ما اسفر عن وقوع قتلى وجرح في صفوف المهاجمين وفشل محاولتهم يأتي ذلك فيما تعرض ريفو منطقة عين عيسى شمالي سوريا لقصف من قبل الاحتلال التركي وفصائله الارهابية دون ورود معلومات عن خسائر بشرية في سياق متصل استهدف الاحتلال التركي وفصائله الارهابية باكثر من سبعين قذيفة هاون ومدفعية عدة قرى بريف منبج شمالي سوريا وبحسب المركز العلامي لمجلس منبج العسكري فان القصف التركي طال قرى عسجلي واليانلي والصيادة والدندنية والجاموسية بريف منبج الشمال الغربي بالاضافة الى قريتي قرهيوك وقورت ويران بريفها الغربي ما اسفر عن اضرار مادية كبيرة دون ورود معلومات عن خسائر بشرية هذا وتتعرض مناطق شمال وشرق سوريا بشكل شبه يومي لقصف عشوائي واعتداءات متكررة من قبل الاحتلال التركي والافصائل الارهابية التابعة له مما يسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير كبير للممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية